اشتركوا في القناة تسعمائة وواحد وثلاثين في عدن احد مؤسسي حركة القوميين العرب في اليمن عام تسعة وخمسين واحد مؤسسي تنظيم الجبهة القومية عام ثلاثة وستين ومسؤول الشؤون الخارجية فيها شارك في منهضة الاحتلال البريطاني حتى تحقق الاستقلال عام سبعة وستين شغل عددا من المناصب الحكومية الى عام أربعة وستين وتعين وزيرا للخارجية عام سبعة وستين ثم وزيرا للمالية عام تسعة وستين كان ينبع الرئيس الجمهورية اثناء غياب الرئيس قحطان الشعبي عام اثنين وسبعين تعين سفيرا في ديوان وزارة الخارجية ثم سفيرا في العراق في العام التالي عام تسعة وستين اعتقل لخمسة أشهر بعد الانقلاب الأبيض الذي قاده الرئيس سالم ربيع على الرئيس قحطان الشعبي وأقيل من كل مناصبه قتل في الثلاثين من إبريل عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين بحادث طائرة مع عدد من الدبلوماسيين في أجواء منطقة جردان في محافظة الشبوى